كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق واستعرض الاجتماع تحليلا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات وتصنيفاتها وتناول الاجتماع موقف مختلف المراكز اللوجستية بالمواني الجمركية والتي تم تطبيق منظومة نافذة بها ومعدل الأداء المتوسط زمن الاعتماد واستعرض الاجتماع أيضا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات شكرا للمشاهدة